بـ 12 صاروخاً إيرانياً من نوع فاتح تقصخ أربيل هذه المرة وليست بغداد التي لا تريد إيران أن تعكر صفو اتفاق وكلائها فيها على الحكومة المقبلة فكانت أربيل هي صندوق بريد الرسائل الإيرانية الدموية الهجوم جاء بعد نحو ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي وقف مباحثات فيينا بشأن نووي إيران في وقت كانت طهران تعقد آمالاً على تحقيق تقدم في الاتفاق يضمن مصالحها بناء على اعتقادها أن الغرب يمكن أن يقدم تنازلات لها بسبب ظروف الحرب الروسية على أوكرانيا وما ينتج عنها من انقطاع امدادات النفط والغاز الروسيين كما تقول وكالة بلومبرغ الأمريكية تشير الوكالة إلى أن النظام في طهران كان يعتقد أن ارتفاع أسعار الوقود سيجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يائساً من التوصل إلى اتفاق يرفع العقوبات بسرعة ويدخل الإمدادات الإيرانية إلى السوق لكن رياح المفاوضات جرت على عكس ما تمنته طهران فكان لابد من التعبير عن صخطها بالهجمات الصاروخية ولم تجد أمامها إلا العراق الهش ليكون ضحية الانزعاج الإيراني من الصدود الدولي وترى وكالة بلومبرغ أن الروس تنبه إلى محاولة إيران الغدر بهم والتسويق لنفطهم كبديل للنفط الروسي ولذلك سارع الكريملين إلى عرقلة أي اتفاق نووي بين الغرب وإيران حيث تدرك موسكو أنها باتت بأمس الحاجة إلى بيع النفط بعد خسائرها الاقتصادية وإدراكها أن الحرب في أوكرانيا ستكون معقدة وطويلة وليست مجرد نزهة كما بدى للوهلة الأولى الموقف الإيراني الذي رآه الروس طعنة في الظهر من الحليف لن يمرره بوتين بهذه السهولة وبما أن شهية العالم هذه الفترة مفتوحة للحرب فكل السيناريوهات ممكنة لتصفية الحسابات ترجمة نانسي قنقر